رغم العروض والتخفضات لا تزال حركة اقبال المواطنين على شراء الملابس الشتوية دون المأمول مقارنة بأعوام سابقة وفقا لأصحاب محال ألبسة وتجار ويعزل بعض هذا التراجع لأسباب اقتصادية بينما يرى آخرون أنه مدفوع بسوء المناخ العام في البلاد جراء التوترات الإقليمية حولنا للإضاءة على هذا الملف نرحب في الاستوديو بعضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان السيد أسعد قواسمي أهلا بك سيد أسعد أهلا بكم بصباح خير أهلا وسهلا ولكن سيد قواسمي كاميرا رؤية رصدت أراء أصحاب محال ومواطنين حول هذا الموضوع نتابع هذا التقرير ثم نعود إليك الوضع الاقتصادي والحاجة الملحة لشراء الملابس ونوع الأقمشة وخامتها كلها أسباب تحدد مدى الإقبال على الأسواق لشراء الملابس الشتوية هذا العام استعدادا لفصل الشتاء تشهد الأسواق حركة نشطة في محال بيع الملابس الشتوية وبنسب إقبال متفاوتة مقارنة بسنوات سابقة لتبقى الظروف المعيشية الفيصلة في قرار شراء المواطنين مستلزمات الشتاء بحسب التجار أقبال الناس كان بكورونا أحسن من هاي الفترة ليش؟ لأن الناس كانت محبوسة بالبات كان بدأ يعني هيك بس شوي كرمالة وطلع تتنفس فكانت تنزع على المحلات فالحركة كانت قبل أحسن هلأ يعني مع الحرب الناس ببيوتها زهانة أرفانة حتى رواتب يعني جداً أليلة صايرة فما عم بيطلعوا هي مواسم تمام الأواعي بالأسبوع يعني ممكن أن الأحد والاثنين ما يكون فيه زباين ولا يكون فيه إقبال الأواعي الأواعي متى إقبالها بيكون آخر الأسبوع يوم جمعة يوم خميس فوقت ما الناس تكون معطلة وتكون فاضية بتنزل بتشترواعي بس إنه إقبال بشكل عام الحمد لله كثير منيح على الأواعي أما المواطنون ربطوا قرار الشراء لهذا الموسم بمستويات الأسعار ومدى حاجتهم للملابس الشتوية مع مراعاة الأوضاع الإنسانية الصعبة في المنطقة أول إشي إن شاء الله الله يهدي البال ويفرجعه لنا بغزة بدنا خامي أواعي اللي هي سعر مناسب وجود كويسة اللي يضاين معانا لقدامي يعني لفترة طويلة من المدى إقبال على الملابس الشتوية هلأ بالوقت الحالي في الفصل بدايته بس هلأ إنه الناس عم بتدور على الخمات وبنفس الأسعار تكون منطقية وعلى أغلب إنه صار الوضع يعني يدوب الأشياء الأساسية والأكل والشرب بالحياة يعني صراحة ومع مزيج التحديات ما بين الاقتصادية والسياسية تواجه الأسواق هذا العام تحولا في حركة المبيعات ورفع لمستوى التوقعات بانتظار ما سيتحقق مع انتهاء الموسم بالعودة ثانية إلى ضيفنا عضو مجلس إدارة ورفة تجارة عمانا سيد أسعد قواسمي مرحبا بك من جديد سيد أسعد أهلا وسهلا بكم لفتني في التقرير أحد المواطني يتحدث بأن كورونا عام الجائحة كان أفضل من الوضع الحالي خلال هذه السنوات ما رأيك بهذا التصريح أو بهذا الكلام؟ يعني بالبداية أسعد صباحكم صباح المشاهديين حقيقة الأمر يعني كورونا أثرت وجائحة كورونا ما زال تأثيرها موجود بعد الأربع سنوات ولكن بالفعل يعني إحنا اللي بنشوفه الأيام هذه من تراكمات جائحة كورونا وبعد كورونا في ضعف القوة الشرائية وفي ضعف السيولة بشكل عام مما أثر على الوضع الاقتصادي ووضع التاجر ووضع عادة التصدير والاستيراد هذا إشي شفناه بواضحا وملموس هذا العام وخاصة الأجواء اللي إحنا بنشوفها من حروب ومن أمور أصبحت اليوم تلفت انتباه بنقدر نحكي المواطن أكثر من مع عملية الشراء والأسواق هذا الإشي أثر تأثير كبير على بنقدر نحكي المناخ الاقتصادي في الأردن أو بغير الأردن ولكن إحنا تأثرنا بسبب عدة عوامل يعني هذه العوامل طبعا منها كان يعني جائحة كورونا وتأثيرها وأخذ الكثير من السيولة بالبلد بالإضافة إلى تغيير سلم الأولويات اللي إحنا بنشوفه عادين للمواطن زي ما تفضلوا بالتقرير أنه اليوم في الحاجيات الأساسية أصبحت هي في سلم الأولويات وظهر علينا بسلم الأولويات أيضا ظهور القوي اللي هو تزديد القروض اليوم أصبح يعني أهم إشي للمواطن في سلم أولوياته يأخذ الراتب ويسدد قروضه من ثم الغداء والدواء والتعليم والصحة والآخر هذا السؤال الذي يطرح ألم يكن المواطن يأخذ قروض فيما سبق لماذا تغيرت يعني برأيك هذه الأمور تحديدا في هذه الأعوام بعيدا عن الحرب طبعا صحيح صحيح يعني اليوم الانفتاح اللي إحنا بنشوفه العام للمواطن الأردني فيه سهولة أصبح في القروض كان أول فيه قيود كثيرة على العملية القروض اليوم أصبحت الراتب الضمان ممكن أنك تاخد عليه راتب الأساسي ممكن تاخد عليه هذه الأمور أصبحت سهلة تسهيلات نعم فأصبح يعني اليوم برضه السيارة إشي ضروري المنزل إشي ضروري الفكر أنه أصبح الأجار يعني غير مرغوب فيه الملك هو المرغوب فيه هذا أصبح كل يعني فكر الشباب وفكر الجيل الصاعد أنه أصبح القروض هي الشغل الأساسية وهذا إشي طبعا يرهق المواطن لأنه فيه التزامات أخرى فإحنا بنشوف حتى كبائعين ومحلات ومسألهم في المحلات بقول لك إحنا نشاهد أنه بداية الشهر بيكون ضعيف جدا جدا مع العلم أنه نزلت الرواتب ولكن بعد ثلاث أيام من الرواتب نشاهد أنه فيه حركة بالأسواق وهذا إشي يدل أنه بسدد القرد بعدين ما تبقى منه بنزل إلى تزديد حاجياته اللي بيشوفها للأسرة الأردوية فإحنا بنشاهد هذه القوة الشرائية وبنشوف ونتابعها وبنشوف الرسم البياني تبعها إحنا كيف بالشهر بيبين معنا أي الأيام اللي بنشوفها إحنا الآن يعني مع الأحداث هاي مع وجود قلة التصوق السياحي وقلة السياح عدم وجود الأخوان المقتربين هذا العام بشكل واضح كل سنة ببينه بشكل واضح أنه هناك قوة شرائية جاي من خلالهم إحنا بنشوف التراجع هذا أصبح عام عدم وجود التصوق السياحي عدم وجود السيولة بيد المراطن تراجع أم تذبذب؟ يعني أنا بحكي التراجع هو تراجع أكثر من تذبذب لأنه مبني على عدة سنوات وهذا الإشي له أسبابه يعني اليوم نقضي إذا بنحكي تراجع القوة الشرائية من ناحية المقتربين هذا إجا مش من فراغ إجا يعني لأن الأسواق تبعتنا أصبحت أغلى من الأسواق اللي بتعرض خارجية الضرائب المبيعات عندنا عالية 16% عندنا رسوم الجمهورية عالية هذا الإشي بيهر أجل نقاش مع الحكومة حول هذه التفاصيل أكيد أكيد إحنا بنطالب وما زلنا بنطالب أنه تخفيض ضريبة المبيعات إنهاء غصوم الجمهورية على الألبسة بما أنها سهلة نقدر نحكي الاستيراد بالإضافة إلى ظهور طرود البردية بشكل أكبر اللي أصبح يعني عائق بصراحة أمام التاجر في منافسة الطرود البردية اليوم في فرق كبير ما بين الطرود البردية والقطاع نقدر نحكي التقليدي هذا الإشي أثر طرود البردية المقصود فيها تجارة الإلكترونية أو الشراء عن طريق الإنترنت الإنترنت ولكن هي الخارجية وليس المحلية لأننا بدنا نفرق أخير عزيز بين التجارة الإلكترونية اللي إحنا بنحببها وهي التطوير وتحديث داخل مؤسساتنا وبتكون مرخصة ومؤهلة وبين الطرود البردية اللي يتيجي على أمتع شخصية والأمتع الشخصية كمان هي حق للمواطن ولكن أصبحت اليوم في تجارة بالظل وهذا الإشي اللي إحنا بنخاف منه أنه اليوم مش المواطن اللي بيستفيد اليوم يستغل هذا التعليمات والقرارات إلى أنه يكون هناك فيه تجارة مخفية بالظل قاعدة تعرض عبر السوشيال ميديا وهذا الإشي اللي إحنا بنحكي دائما يعني بنكون ضحية التجارة التقليدية بتكون ضحية هذا القرار ولكن هذه الطرود ألا تخضع إلى الجمارك أو إلى الرسوم الجمهورية التي تخضع لها اللعوات التي تستورد من لا 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 تخترق تلاف كامل ولا يوجد هناك يعني نوع من مقارنة اليوم إحنا بنشوف أن الطرود البريدية بتدفع خمس دلنير أو عشر دلنير كحد أعلى معفية من الضرائب جميحها معفية من المواصفات معفية من أي أمور أخرى ممكن أنها تكون عليها زي مثلا التكليف التشغيلية وإلى أخرى بينما التاجر بتدفع كل هذه بيوصل بنسبة إلى خمسين إلى ستين بالمئة بتدفع زيادة عن الطرود البريدية وهذا الإشي يعني غير عادل وغير منافس قد يكون هذا ملحوظ في السوق يعني بعض المناطق التي كنا نذهب إليها سابقا كانت مريئة في يعني محلات الملابس الآن نجدهم قد أغلقوا أبواب هذه المحالة يعني هذا الإضطرار اللي إحنا بنشوفه قاعدين بالأسواق بالفعل يعني اليوم أنت بتجرب حالك سنة سنتين بتحكي يعني الأمل موجود أنه ممكن يتغير الأحوال ولكن أنت بتشوف التراجع المادي والمعنوي لدى التاجر أصبح الإغلاق هو الوسيلة والهروب إلى قطاع آخر أو أنه يرجع إلى فكر تاني في عملية تدوير رأس ماله اليوم إحنا بنشوف هذا الإشي واضح عملية المنافسة إلها إلها وضعها الخاص بالأردن عملية البقاء في الأسواق التقليدية أصبح اليوم مرهون في عملية الطرود البريدية إذا ما توقفت وإحنا بنطالب دائماً أطرود البريدية تكون منافسة عادلة مع القطاع التجاري وليس وضع آلية يعني تكون يعني نوعاً ما مطاطية لأنه إحنا اليوم إذا بنشوف القرارات تطلع مطاطية تطلع الأمور لصالح تحدث عن مئتي مئتي دينار للشخص أو للفرد في منطقة سمعنا في عدة سيناريوهات ولكن صراحة لغاية الآن لم يخرج أي قرار ما سمعنا بقرار يعني جازم اليوم إحنا في آلية سمعنا أن هناك آلية ولكن لغاية الآن لا يوجد هناك تفسير لهذه الآلية ولكن إحنا بنحكي وبنطالب وما زلنا ونطالب أنه العدالة يجب أن تكون بين هذا القطاع التجاري التقليدي وبين الطرود البريدية من ناحية الرسوم والضرائب بحيث أنه إحنا كمان مؤسساتنا تتشجع وترجع إلى العمل الإلكتروني والبيع الإلكتروني وخدمة التوصيل وهذه الأمور كلياتها أصبحت يعني مباشرة في قطاعنا وبعملوا عليها وبالعكس أثبتوا جدارتهم والتطوير والتحديث أصبح موجود في مؤسساتنا ولكن لم نستطع منافسة الخارج بصراحة من الطرود البريدية وهذه من المطالب العادلة يعني بالإضافة إلى يعني يجب تخفيض ضريبة المبيعات بحيث أنها تكون مقبولة لدى السائح اللي جاء على الأردن أو الزائر أو الأخوان المغتربين بحيث أنه إحنا كمان نكون مركز للتصوق يعني يعني إحنا اليوم من أفضل مناطق الإقليمية من ناحية الحمد لله الأمن الأمان المناخ الوسط الإقليمي كل هذه الأمور تتيح لنا أن نكون إحنا عنا إعفاءات وعننا إعادة تصدير وعننا جلب تصوق سياحي وعننا جلب المغترب وعننا الأمور كلية أصبحنا إحنا نفقد خيوطنا ونفقد بوصلتنا فيها للأسف جيد فيما يتعلق بالتخفيضات هناك من يقول وهذا رأي من الأراء الشارع بأن هذه التخفيضات هي شكلية وليست واقعية كيف تبدأ لذلك؟ يعني التخفيضات والتنزلات هي وجدة لإنقاذ المواسم صراحة يعني اليوم الموسم مثلا نبدأ موسم الصيف بيكون موسم ضعيف بواقي هذه البضائع بالكميات الضخمة اللي مستوردة على أمل إنها تمشي فإحنا بنشوف أنه بالفعل هذه البضائع لم تستهلك فلذلك بنقوم بعملية التنزلات والتخفيضات عمليات التنزلات والتخفيضات هي مراقبة بتعليمات من وزارة الصناعة والتجارة من حيث الإعلان ومن حيث الكم ومن حيث النسبة هذه كلياتها بتكون مراقبة بتعليمات من وزارة الصناعة والتجارة وأعتقد اليوم أنه عملية الوهم أو توهيم المستهلك أنه والله هذه تنزيلات تهمية ستضر التاجر بالفعل اليوم أصبح كمان يعني المستهلك ليس ببعيد عن إظهار الحقائق لأنه اليوم نقدر نحكي المحرك الإلكتروني تابعه بصل إلى أي مكان وأي واقع بقدر يعرف منه الأسعار وأصبح هناك توعية للمستهلك في عملية أين يحصل على الأسعار فالتخفضات مراقبة تعليماتها قوية وتعليماتها إذا صمح الله إذا خل فيها أي واحد له عقابات صعبة اليوم التنزيلات تعرف يعني بمناسبة الجمعة البيضاء هناك جمعة بيضاء أكيد يعني هي جمعة عالمية منقدرش نبتعد عنها أو نحكي والله إحنا منستثنيها هي موجودة ولكن دائما يوجد معارض لهذا الأمر ويوجد مؤيد لهذا الأمر لماذا المعارضة؟ المعارضة تأتي لأنه إحنا الجمعة البيضاء هي في آخر شهر 11 عادة آخر جمعة في شهر 11 وإحنا بداية الموسم الشتاء يعني اليوم إحنا بننزل بضايعنا هذا هو السوق التقليدي يعني بنحكي إحنا بننزل بضايعنا ونعمل على إنزالها بأسعار مناسبة ذات مربح مناسب بحيث أنها تكون بداية موسم نعم نتفاجأ أن يكون فيه هناك تنزيلات ضخمة تؤدي إلى عملية أنك أنت بدأت تنافس بالتنزيلات فبتروح المرابح تنزيلات على تنزيلات بتصير أنه بداية الموسم تنزيلات ونهاية الموسم تنزيلات فهذا النوع المعارض وهو أمر يعني فيه منطقية ولكن كمان أيضا أنه هذا يوم عالمي وإحنا كمان يعني يجب أن ناخد في نأضا نحكي التحديثات اللي بتسير على الأسواق والتنزيلات وهذه أكيد هذه بتيجي للشركات اللي عندها نقدر نحكي أدوات تقدم هذه التنزيلات وبتكون محمية من الشركات الأم وبتعطيها كمان دعم لعملية التنزيلات فهذا أمر واقعي وهذا رسم استراتيجيات حتى الشركات المحلية بتقدر ترسمها استراتيجية وتقدم تنزيلات عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان السيد أسعد القواسمي كنت معنا في الستوديو شكرا جزيلا على وقتنا لا لا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم وصلنا لختام أخبار السابع أنا ألقاكم غدا في نفس الموعد في أمان الله